شارك وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري في الاجتماع الوزري السادس حول عمل المناخ والذي يعقد بالعاصمة السويدية ستوكولم ألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أبرز خلالها ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ وأوضح شكري خلال كلمته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل للمناخ